أعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية عن اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما يشهده التعاون المشترك من تطور ونماء في مختلف المجالات وأكد معالي حرص مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد المفدة على توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطويرها لأفاق أرحب وتعزيز أطر التنسيق والتفاهم بينهما بما يعزز المصالح المتبادلة ويؤدي إلى مواجهة التحديات المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك خلال اجتماع معالي وزير الخارجية مع معالي السيد جون كاري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أمس في مدينة واشنطن وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي حاليا للولايات المتحدة الأمريكية ونوه معالي وزير الخارجية بما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من دور حيوي في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والتزامها بالتعاون مع دول المنطقة في مواجهة التحديات المختلفة من جانبه أكد معالي سيد جون كاري حرص بلاده على الارتقاء بما يجمعها مع مملكة البحرين من علاقات طيبة على كافة الأصعدة متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والرخاء كما تنول الاجتماع تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع بالمنطقة ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون المتميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وقد عبر وزير الخارجية الأمريكي بسعادته بلقاء معالي وزير الخارجية وثمنا ما دار بينهما من نقاش حول تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة ما يتعلق بالأزمة السورية وداعش وقال كيري بأنه تدارس مع معالي الوزير سبول زيادة التعاون والتنسيق في المنطقة وشكر معالي شيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة على الأفكار التي يساهم بها في هذا الشأن خاصة في ضوء لقاءاتهما في العديد من المناسبات على هامش المؤتمرات واللقاءات الإقليمية والدولية وأثنى وزير الخارجية الأمريكية على مساهمات مملكة البحرين الهامة في الجهود الإقليمية وقال بأنه تناقش مع معالي الوزير عن إمكانية إنشاء منظومة أمنية دفاعية لحماية دول مجلس التعاون من الصواريخ الباليستية وعلى المستوى الداخلي بحث الطرفان سبول دعم الجهود الوحرينية الرامية إلى مواجهة التحديات الراهنة حيث عبر كيري عن استعداده لدعم جهود عاهل البلاد المفدة وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعبر كذلك عن استعداده للعمل عن كثب لحل كل هذه المسائل سواء على الجبهة الداخلية أو الخارجية من جهته عبر معالي وزير الخارجي عن شكره لنظيره الأمريكي على عمق العلاقات التي تربط الولايات المتحدة ومملكة البحرين واصفا إياها بالمهمة ليس على المستوى الثنائي فحسب بل على المستوى الخليجي وتعاهد معاليه على العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الإقليمية الفاعلة لمحاربة تنظيم داعش الذي يمثل خطرا على العالم أجمع وأن مملكة البحرين ستعمل كل ما في وسعها لإلحاق الهزيمة بهذا التنظيم وقال وزير الخارجية بأن الطائفية قد فشلت في البحرين بفعل الجهود التي قامت بها المملكة ونظرا لطبيعة الشعب البحريني المسالم وأضاف بأن المنطقة بأسرها تمر بموجة من الصراعات الطائفية ولكن مملكة البحرين ستمضي بجهودها قدما لدحر هذا الفكر دون النظر إلى الوراء وفي الختام شكر معالي وزير الخارجية نظيره الأمريكي على استقباله والوفد البحريني متمنجا اللقاء في مملكة البحرين قريبا ترجمة نانسي قنقر